على صفقات ضخمة في القطاع التجاري والعسكري أسدل معرض دبي لطيران اليوم الستارة على فعاليته في نسخة هذا العام إلى جانب تحقيق نجاح بارز باستقطاب أكثر من ألف ومائة جهة عارضة من مئة وثمانية واربعين دولة من بين ثلاثمائة وسبعين شركة جديدة هذا وأعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات عن إبرام 23 صفقة مع شركة محلية ودولية خلال أول أربعة أيام من معرض دبي لطيران بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 22 مليار درهم من جانبها أعلنت مجموعة إيج وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية المطورة والمصنعة الرئيسية في قطاع الدفاع والطيران في إسرائيل عن توقيع مذكرة تفاهم حول تأسيس مركز صيانة لمجموعة مختارة من أنظمة الشركة الإسرائيلية في الإمارات